في البيت بقى كان انطباعهم ايه عنك في المسلسل؟ في البيت طبعا أهلي الحمد لله يعني فخورين بقى جدا بيتفرجوا على كل حاجة بيقروا كل حاجة أخويا عايش في كندا بيدرس ومن هناك بيبعث لي كل النقط وكل الحاجات اللي لازم حسنها وكل الحاجات الحالوة أنا سمعت ان ماما تقريبا مديرة أعمالك شبه مديرة أعمالك اللي بتتبع كل حاجة طيب لو انتي هتكلمي كل بقى الشباب اللي في سنك اللي كانوا معاكي تقول لهم ايه انتي موجودة دلوقتي في تلفزيون المصري في التاسعة عايزة تقول لهم كل اللي كانوا معاكي في كامل العدد؟ كل اللي كانوا معاكي في كامل العدد تقول لهم ايه؟ حابة أقول لهم ان هما ان انا بحبوهم جدا جدا وهما زي عائلتي وأتمنى ان احنا نشتغل مع بعض تاني وثالث في حاجات مختلفة وكمان ممكن تقامل العدد زي كان بقى بعد سنة كلمتوا بعض بعد نهاية الحلقات او الحلقات شغالة؟ اكيد طبعا بنكلم بعض طول الوقت يعني من ساعة ما جزئتين نزل واحنا مفيش يوم ما كلمتش محد يعني طيب بتحبي تقول لي ايه لدينا؟ احب اقول لدينا ان انا بحبها يعني شدور ماما ان انا بحبها جدا ووحشتني وان هي فعلا يعني من اكتر البنى قدمين الطيبين والاكتر ست انسانة قابلتها في حياتي واتمنى ان انا بكون زيها لما بوجود اشتركوا في القناة